كلام ده منطقي جدا ودايما بيبقى فيه سؤال كبير في الحاجات المقدمة كخدمة كبيرة كده حاجة قيمتها كبيرة والناس تاخدها مجانا ويبقى السؤال الناس تاخدها مجانا خالص ولا تدفع ولو حاجة رمزية ودايما بيبقى فكرة انه شخص يدفع حاجة حتى ولو بسيطة يبقى حاسس انه جزء من انه الحاجة دي بتاعته او جزء من المحافظة على المكان او احترامه اتمنى اتمنى من كل قلبي انه مش بس المبالغ البسيطة لزي ما سيادة الرئيس بيقول بتروح للصيانة والحفاظ على الاماكن لكن كمان يبقى فيه رقابة شديدة جدا جزء كبير من صناعة التغيير هو انه سلوكنا يتغير وسلوكنا مش لازم يتغير بالحب والوطنية والحاجات اللطيفة دي في يوم وليلة لكن سلوكنا يتغير لما نخاف من القانون ونخاف ونحس ان فيه رقابة حقيقة للحفاظ على الاماكن اللي هي حقيقية عظيمة ومهمة امبارح كان فيه عنوان كبير جدا اليوم ويمكن بسمة امل ده عنوان اتقال امبارح وهو عنوان كبير ينفع نحط تحته اي حاجة خصوصا لو كانت الحاجة دي مرتبطة بتغيير حياة الناس تحول حياة الناس من حالة لحالة الفيديو اللي هنشوفه مع بعض بيوضح العشوائيات بشكل عام كانت فين قبل تطويرها وقبل تحولها لوحدات سكانية امنة بالاضافة للمشروعات القومية اللي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال السنين اللي فاتت